خاتمة عاماً جيدة لجهود تكللت بإنجازات هامة على صعيد مكافحة الإرهاب في اليمن دفعة أولى من القوات الخاصة تخرجت في العاصمة المؤقتة عدن في إشارة إلى أن حصاد العام 2016 كان مثمراً بالنسبة للحكومة ويمكن وصفه بعام الحرب على الإرهاب هذه القوات تتبع وزارة الداخلية ومهمتها الأساسية مكافحة الإرهاب وستتبعها دفعات جديدة من هذه القوات بما يؤذن بتحول مهم في منهجية التعاطي مع ظاهرة الإرهاب وتشديد القبضة على المساحة التي ظلت عناصر القاعدة تتحرك فيها تحت أنظار الجميع طيلة الفترة الماضية انحسار ظاهرة القاعدة يشكل مصدر فخر للحكومة وللتحالف أيضاً خصوصاً وأنه تكلل بالقضاء على النفوذ المعلن لهذا التنظيم الإرهابي في كل من حضر موت وأبيان فمن المكلة إلى زنجبار تمددت الجغرافيا على حقل شائك من التحديات التي تولدت عن انتشار تنظيم القاعدة الإرهابي وكان اللافت أن إرادة الحكومة والتحالف اجتمع على إنهاء النفوذ المعلن للتنظيم الإرهابي في هاتين المدينتين وهو ما تحقق آخر شهر إبريل بالمكلة ومنتصف أغسطس في زنجبار ومدن أخرى من محافظة أبيان لكن التحدي الإرهابي لا يزال ماثلاً في النسل الجديد الذي يمثله تنظيم داعش هذا الكائن الغامض الذي يختلفه شدرياً في ظروف وجوده على الأراضي اليمنية على نحو يشير بقوة إلى فرضية التوظيف السياسي المبكر لهذا التنظيم وربما استدعائه للتغطية على الحرب التي شنها حلف المخلوع صالح والحوت على اليمنيين بغية استعادة السلطة خسارة الإرهابيين في عام الحرب على الإرهاب كانت كبيرة وكان الثمن الذي دفعه الوطن باهظة جردة حساب هذا العام تشير إلى سقوط نحو 478 من عناصر القاعدة في عملية تحرير المكلة والعمليات اللاحقة وبعضهم سقطوا في عمليات استهداف بطائرات الدرونز بالإضافة إلى أكثر من 120 أسيرة فيما أسفرت عملية تحرير المكلة والعمليات الإرهابية الـ 56 التي تبناها تنظيم القاعدة وداعش في هذه المدينة عن استشهاد 131 جندياً وضابطاً وإصابة 156 آخرين وفي محافظة أبيان قتل نحو 70 من العناصر الإرهابية وتم أسر 40 فيما استشد 34 جندياً وأصيب 50 آخرون هي حصيلة 27 عملية إرهابية نفذت في هذه المحافظة بانتهاء العام 2016 يطوي اليمنيون الفصل الأسوأ من إرهاب القاعدة وداعش لكنهم يزالون يواجهون الصورة الأكثر قبحاً من الإرهاب الذي يجسده مسلح جماعة الحوثي المدعومة من إيران ومن بقايا سلطة نظام المخلوع صالح على أمل أن يستقبلوا العام 2017 بفرص أفضل من الأمن والاستقرار تحت مظلة الدولة الاتحادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر